التوبة هي مفتاح الرزق والقوة أي السلطة والمال الحقيقة كل إنسان أيها الأحبة يسعى للسلطة والمال حروب تجري من أجل السلطة والمال هذه القضية هم الإنسان لأنه يسعى للقوة ويسعى للحصول على المال أي الرزق ولكن ما علاقة التوبة بالموضوع يعني حقيقة هذا الأمر يلفت القرآن انتباهنا إليه بطريقة رائعة جدا في قصة سيدنا هود عليه السلام الذي أرسله الله لقبيلة عاد هذه القبيلة كانت قوية جدا وذات مال وذات سيطرة وذات قوة وكانوا ينحتون الجبال بيوتا فارهين كان لديهم وسائل متطورة أيها الأحبة أكثر من عصرنا الحاضر نحن الآن ليس لدينا وسائل لنحت الجبال كانوا ينحتون قصور داخل الجبال الصخرية ينحتون غرف وأثاث وطوابق وزخارف وأعمدة ومتاع وجدران مزينة كله داخل الجبال الصخرية نحن اليوم لا نستطيع أن نفعل ذلك على رغم من التطور التكنولوجي كانوا أقوى منا وكان لديهم من الخيرات والثروات الشيء الكثير كانت الأمطار تنزل عليهم وكانت الوضع الاقتصادي قوي جدا ففسقوا وعصوا الله تبارك وتعالى وطغوا في الأرض الله عز وجل أرسل لهم النبي هود ماذا قال لهم أيها الأحبة؟ أعطاهم قانون كوني قانون كوني ينبغي أن نقتنع به أنا كمسلم الله تعالى أعطاني مجموعة من القوانين وضعها في القرآن العظيم ينبغي علي أن ليس أقتنع بها فقط بل أعتقد اعتقادا جازما حتى تصبح منهجا لي في حياة القوانين التي وضعها القرآن عندما قال الله تبارك وتعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين كيف تطلب مني أبرر لك معصية الله من أجل الرزق؟ كيف تذهب لتشتري بيتا بفوائد ربوية حرمها القرآن من أجل أن تسكن فيه وتقول إن رزقي قليل؟ هذا يدل أن ثقتك بالبنك أو ثقتك بمن سيدفع لك المال هذا القرض الربوي ثقتك به أكبر من ثقتك بالله عز وجل وهو يقول لك إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين لا تتصور أخي الحبيب أنك تعلم أكثر من الله الله عز وجل يقول وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلموا هذا قانون إلهي أيها الأحبة يعني أنا لا يمكن أن أعلم أكثر من الطبيب المتخصص بمرض معين لا يمكن أن أعلم أكثر من عالم الذرة المتخصص في مجال محدد في علم الذرة ينبغي أن نكون واقعيين موضوع الرزق أيها الأحبة هو بيد الله عز وجل وضع مجموعة من القوانين على رأسها قانون التوبة كيف ذلك؟ يعني ربما يستغرب البعض ما علاقة التوبة بالرزق؟ يعني أنا إذا توبت إلى الله يزداد رزقي دعونا نستمع ماذا قال هذا النبي الكريم سيدنا هود عليه السلام ماذا قال لقومي؟ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه رتب لك العملية بدقة أستغفر الله العظيم وأتوب إليه نبي ناصر عليه السلام كان يطبق هذا القانون كل يوم مئة مرة بل أكثر كان يقول أستغفر الله وأتوب إليه أكثر من مئة مرة كل يوم سيدنا هود طلب منهم أن يقولوها مرة واحدة فقط رفضوا سبحان الله مرة واحدة ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ما هي نتائج التوبة؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين إذن أيها الأحبة هذا القانون يمكن أن نلخصه بكلمات قليلة مجرد أن تستغفر الله وتتوب إليه فإن رزقك سيزداد ولكن الآلية لست أنت من يحددها الذي يحددها هو الله أنا بالنسبة لي أن يصرف الله عني مرض سرطان مثلا أفضل من أن يأتيني مليون دولار ماذا سأعمل بها إذا كنت سأموت أن يعطيني الله أو يصرف عني شر حادث سيارة مثلا خير لي أن يعطيني مئة مليون مثلا أو يرزقني أي ببلغ كانت لأن هذا الحادث سيكسرك ويجعلك تجلس وآلام فضيعة ويعطي العملك ويعطي الحياتك لا أنا أبقى هكذا برزق قليل ولكن بصحة جيدة الذي يحدد طريقة الرزق هو الله عز وجل بما يتناسب مع احتياجاتك ومصلحتك ويحافظ على استغفارك لله وتوبتك إلى الله لأن الله إذا أعطاك الكثير ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر بنظام وقانون محسوب ما يشاء إنه عليم خبير هذا الإله العظيم أيها الأحبة الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز تأملوا أيها الأحبة من لطف الله بك أنه يمنع عنك المال ولكن يعطيك أشياء أهم من المال يعطيك الراحة النفسية يعطيك صحة لا يحلم بها حتى الأغنياء يعطيك ولد صالح تقر عينك به يعطيك جار جيد وصالح تأنس به ويخلصك من جار سيء يؤذيك مثلا هناك ملايين الاحتمالات أيها الأحبة القوة التي وعدك الله بها جزاء توبتك واستغفارك لا نتصور أن الله يعطيك قوة لتتسلط على العباد فهذه نعمة لك هذه نقمة عليك لا تتصور أن القوة أو السلطة التي إذا أحب الله عبدا لا يعطيه السلطة على العباد يعطيه قوة في ثقته بالله عز وجل وثقة الناس به القوة هنا أعظم أنواع القوة محبة الناس لك هذه تشعرك بقوة رهيبة جدا تجد أن الناس يحبونك يثقون بك يكرمونك ينظرون إليك نظرة أنك شيء جيد شيء عالي شيء محترم تكسب احترام الناس هذه القوة أيها الأحبة ليست القوة بالعضلات ولا بالسلطة على الناس ولا بإيذاء عباد الله هذه ليست قوة هذه فتنة وبلاء من الله وهذه قوة من الشيطان ستجد أنك ستكون يوم القيامة من أضعف الناس المتكبرون يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم لذلك أيها الأحبة الله تبارك وتعالى من رحمته ومن عظيم مغفرته ينادينا ماذا يقول لك أيها الإنسان أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم أفلا يتوبون إلى الله يعني الله عز وجل ولله المثل الأعلى يقول لك أفلا تتوب إلى الله ألا تستغفر الله والله غفور رحيم دعوة دعوة هذه أيها الأحبة والله لن نخسر شيئا عندما تقول أستغفر الله العظيم وأتوب إليه هذه العبارة هي استجابة لنداء الله أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم إذا كنت تعاني من ضيق في الرزق وتعاني من ضعف ضعف القوة بخاصة في هذا العصر لا تجد من ينصرك لا تجد من يعطيك لا تجد من يدعمك لا تجد من يؤنسك لا تجد من يعني يستمع إلى همومك إلى مشاكلك أنت في حالة ضعف الوضع الاقتصادي سيء لا تجد من تشكو له هناك إله عظيم يقول لك أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين إذن الاستغفار والتوبة هي مفتاح السلطة والمال مفتاح القوة والرزق يرسل السماء عليكم مدرارا إشارة إلى الرزق ويزدكم قوة إلى قوتكم إشارة إلى مزيد من القوة مزيد من الصحة أيضا القوة هنا تعني الصحة الجسم السليم تعني أن يخلصك الله من الأمراض أن يبعد عنك المرض إذا كنت مريض توبة هي علاج لك على فكرة إذا كان لديك مرض مزمن استغفر الله وتوب إليه لذلك حبيبكم عليه الصلاة والسلام ليس عبثا أنه كان يستغفر الله أكثر من مئة مرة كان يقول أتوب إلى الله أكثر مئة مرة أستغفر الله وأتوب إليه هذه متعة وقوة أيها الأحبة قوة تشعر بها عندما تكرر هذا الدعاء دعاء الاستغفار أستغفر الله العظيم وأتوب إليه كلما كررته أكثر كلما وجدت أن هناك أبواب تنفتح أمامك كلما وجدت أن ثقتك زادت طبعا قلنا إن الثقة بالله هي التي تعطي الثقة بالنفس وليس العكس هذا الشعور هذا الإحساس بالقوة أيها الأحبة لا يقدر بثمن لا يستطيع أن يصفه إلا من يشعر به نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المستغفرين ومن التوابين ومن المتطهرين الذين أحبهم الله وقال فيهم إن الله يحب التوابين والمتطهرين وإلى لقاء جديد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته